عاد وائل غنيم إلى مصر صباح النهاردة في زيارة عائلية لأسرته وعبر عن ساعته بالتواجد وسط العائلة والأصدقاء وائل عن طريق حسابه الشهير بتاع تويتر كتب القاتي أو حط صورة من أوراق وصوله لمصر وعلق عليها الحمد لله على لطفه وكرمه وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي وسعيد بالتواجد وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي شكرا على كل رسائلكم الجميلة وربنا يبرك لكم على حبكم واحترمكم وتفاهمكم وهنا تنتهي تغريدة وائل غنيم بعد عودته إلى القاهرة أو زيارته لأسرته في جمهورية مصر العربية